الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أشهر أخطاء المصلين التي يتساهلون فيها عدم اتخاذ سترة بين يديهم في الصلاة احرص سلمك الله على أن تتخذ سترة استجابة لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها واعلم أيها الحبيب أن حكمها يدور بين الاستحباب والوجوب عند علمائنا لذلك إياك أن تكون مفرطا إما في واجب وإما في سنة مستحبة حرص عليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه حتى أنه كان إذا خرج عن الصحراء صلى إلى شيء يستره وقد أخبرنا صلى عليه الله أن الشيطان يقطع صلاة العبد الذي يصلي إلى غير سترة فعظم السنة واتخذ سترة تحافظ بها على صفة صلاتك ويحضر قلبك ويصفو خشوعك لله